انت قلت من 2007 سهل عليك مخبر سري فالي هذا والله من دائما نقول اردل تقيق حتى تقول هذا الاستاذ العراقي الاصيل استاذ محمد سلمان طاي شاهد ملك على انه التهم المخبر السري مو من اليوم من 2007 هو اول شخصية عراقية معروفة الهوية التهمة هذه الاتهامات الباطلة فياريت تشرحها للناس وتبينها للي عنده شك انه اكل مخبر سري واكو اتهامات كيدية متفضل احترامنا اليك ساذ انور ولمشاهدي القناة الاكارم اولا هاي القصة قديمة وشن اللي ذكرك بيها اذا كانت للاستدلال على ظلم كثير من الابرياء الموجودين في السجون الان فهي مبررة بال2008 حقيقة وانا كنت في وقتها عضو في مجلس النواب واجاني تبليغ الى المجلس وكان رئيس لجنة الامن والدفاع الساذ هادي العامري ابلغني قال لي ساذ محمد اكو دعوة مرفوعة عليك اذا يعجبك نتدخل حتى نساعدك قلت لا اشكرك حاج انا ممنون من عندك لا انا ساذهب الى القضاء انا اثق في القضاء العراقي باعتباري محامي اولا ومشرع ثانيا عضو في مجلس النواب وثقتي في القضاء العراقي ثقة مطلقة يعني غير ممكن يشكك انا لا يمكن ان اشكك وفعلا ذهبت الى القضاء وحضرت بدون رفع حصانة وبدون اي اجراءات اخرى وحضرت امام القاضي وكان ايضا مخبر سري حقيقي وانا بنفسي رحت على الناس اللي اتهمني المخبر السري انه اني سايئ لهم واني مسبب لهم اضرار وحضروا امام القاضي جميعا هم كانوا اربع عوائل او خمسة عوائل كريمة من اهلنا وناسنا الطيبين اهالي الاسكندرية وجوي حضروا امام القاضي وقالوا انا سيادة القاضي نعم وتهم جنابك المخبر السري استخدمه وتهم ضد جنابك بتهم ارهاب هاي اللي سموه اربع عوائل تهم ارهاب نعم وتفجير ومفخخات ويعني من هاي الاساليب فقالوا لسيادة القاضي قالوا لسيادة القاضي احنا هذا الرجل مربينا وهو ابننا واحنا متنازلين عن كل الدعاوي اللي المخبر السري قالها علينا هذا الرجال ابن حمولة وابن اوادم واحنا كل شغلنا زايدتنا وناقصتنا يمه يركض قبل ما نركض احنا لهذا الموضوع فقال لهم القاضي جناب القاضي في وقتها يعني الان انتو متنازلين عن حقوقكم قالوا لنعم احنا متنازلين عن كل الحقوق واحد شيبة كبيرة الى الان عمنا العزيز وكبيرنا الحاج عبود النوري قال سيادة القاضي هس انت هذا الرجال ابننا وهذا عضو مجلس نواب ومخبر سري جرجرة وجابه لهنا والحمد لله انه جاب اسماءنا وياه طيب اش قد اكو ناس مثله ما يقدر يصلون ما هذا وراحوا بجريرة المخبر نتمنى عليك جناب القاضي ان اتدققون في وشايات المخبر السري ولا تاخذون الناس مثل ما ذولا يدعون وطلعنا من يما القاضي القاضي طبعا اغلق الدعوة لانتفاء مبرراتها المدعين بالحق الشخصي كلهم اتنازلوا ورحنا تغدينا جميعا ببيت حج عبود الله ينطيه الصحة والعافية وكنا نجمعنا وضحكنا ومن رجعنا للجنة الامن حج هادي كان دا ينتظرني للأمارة قال لي ها اش سويت حج هادي العامري نعم كان رئيس لجنة الامن والدفاع قلت له حج رحت هاني للمحكمة ومثلت امام القضاء وبدون رفع حصانة وبدون اي مساعدة قال الشوني ايش تسوي قلت له حاج هادي ما عدنا شي نخاف من عنده ذول اهلنا وناسنا والقضاء العراقي قضاء عادل والحمد لله اغلقت الدعوة وانتهى الموضوع